يقول ابن القيم رحمة الله عليه في البدائع ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك فما معنى قوله في باب الأخبار الإخبار ما هو بل أخبار باب الإخبار يخبر عن الله بأنه شيء يخبر عن الله بأنه موجود هذا من باب الإخبار لا من باب الاسم والصفة فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات نعم